للمزيد تنضم إلينا من الجليل الأعلى مراسل التلفزيون العربي كريستينا ريناوي أهلا بك يا كريستينا لو تضعينا في صورة التطورات الميدانية وهل هناك ما يوحي بوجود تطابق ربما بينما يجي على الأرض والتصريحات التهديدية الإسرائيلية التي كانت تصدر في الأيام الماضية ضد لبنان هذا اليوم كان صوت الميدان أخفض من التصريحات والتصعيد الكلامي الذي شهدناه في الأيام الأخيرة رولا حتى اللحظة تبنى حزب الله عمليتين إثنتين في حين أن أيضا كان هناك من الجانب الإسرائيلي رصد لسقوط شضايا صاروخ اعتراضي في كفركنة في شمال الناصرة بالجليل الأسفل حيث دوت صفرات الإنذار إثر عملية اعتراض وأطلق هذا الصاروخ الاعتراضي نحو هدف جوي على ما يبدو دون التأكيد ولم يصدر أي تأكيد عن الجيش الإسرائيلي وبتالي ليس مؤكدا أنه جرى اعتراض هدف جوي حتى في الجليل الأسفل ولم يتبنى حزب الله عملية كهذه العملية لكن في النصف ساعة الأخيرة دوت صفرات الإنذار في الجليل الغربي في مناطق واسعة للتحذير من تسلل مصيرة وبعدها بدقائق دوت في حرفيش وأيضا أربع مناطق أخرى من بينها الكوش متات انطوعة وهجوم حرفيش الذي كان قبل يومين أذكر رولا كان قاسيا نفذ هجوم بطائرتين انقضاضيتين أسفر عن مقتل جندي وإصابة عشر آخرين بتالي بعد يومين تدوي صفرات الإنذار هناك لكن حتى اللحظة لم يحدث الإعلام الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفرات الإنذار أيضا هذا اليوم كانت دوت صفرات الإنذار في كرياتشمونة بإصبع الجليل من خلفي وفي الجولان السوري المحتل لكن تبين بأن الإنذار كاذب مقارنة بالأيام الماضية هذا اليوم يعتبر الأكثر هدوءا حتى على مستوى التصريحات والتهديدات بدنا نسمع أن الأصوات التي تحذر من أن حرب مفتوحة وشاملة مع لبنان تدفع بإسرائيل نحو الهوية خاصة مع فقدان الشرعية الدولية ومع الجيش المنهك هذا صوت سمعناه اليوم عبر عاموس هرائيل المحلل العسكري لصحيفة آرتس أيضا محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش ومعريف قال إنه الجيش الإسرائيلي الذي فشل حتى اللحظة خلال ثمانية شهور واليوم دخلنا في أشهر التاسع لهذه الحرب هو فشل بالقضاء على حركة حماس خلال كل أشهر الحرب في قطاع غزة فكيف سيتصرف أمام حزب الله والإسرائيليون يدعون بأن تنظيم وقوة وقدرات عسكرية لدى الحزب هي كبيرة جدا وسوف تنهك إسرائيل وتدفعها إلى الهوية هذه اعترافات إسرائيلية بدنا نسمعها أكثر وحتى على مستوى المستوى السياسي رولا كشف موقع والا بأن خلال كابينت الحرب الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي لم يتخذ هذا الكابينت أي قرارات متعلقة بجبهة لبنان وهناك ترجيحات بأن إسرائيل تفضل أن تنتهي من عملية رفح تنتهي من قطاع غزة من تحقيق أهداف الحرب التي تزعمها ومن ثم تبدأ أو تتصرف مع جبهة لبنان مع العلم بأنه في حالة توصل إلى اتفاق إن تم التوصل إليه يأمل الأمريكيون بأن ينعكس الهدوء أيضا على هذه الجبهة وبالتالي تتجنب الإدارة الأمريكية فتح جبهة ثانية أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي وأيضا لتتفرغ لي الانتخابات الأمريكية وبالتالي ميدنيا هذا اليوم هادئ وأيضا نسمع أصوات أكثر تحذر من تبعات ومغبة هذه الحرب حتى على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية